بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الخلق والمرسلين حياكم الله طلال الله بن العزة في حصتنا لليوم سنحول أسألة الدرس السابق ومن ثم نبدأ بشرح الدرس الجديد السؤال الأول أكمل العبارة لآتي اشتهر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكثرة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اثنين ما واجبك في الحالات الآتية ألف اعتدأ أحدهم على شخص من الناس وظلمه وناصر هذا الشخص المظلوم وادفع عنه هذا الاعتداء با مر شخص في كربة أو ضيق أقدم له أفرج عنه هذه الكربة وأساعده للخروج من هذا الضيق الذي هو فيه جيم طلب منك شخص مساعدته في حل مسألة لا يستطيع حلها أقدم له المساعدة بقدر استطاعتي لحل هذه المسألة دال ضع كتاب زميلي قبل موعد الامتحان أقوم بتصوير مادة الامتحان من كتابي وأبعثه أو أبعثه هذا أبعث هذه الصفحات إلى زميلي حتى يدرس الامتحان ثلاث أصل بخطبين العمود الصالح في العمود ألف وما يناسبه من الجزم في العمود قدم عبد الرحمن واجبات إفطار الفقراء في رمضان يعينه الله تعالى ويقضي حاجاته سترت جنة عيبا رأته في زميلاتها يستره الله تعالى يوم القيامة هيأ عمر منزلا صغيرا بجانب منزله لإيواء أسر مهاجرة يفرج الله عنه كربى يوم القيامة درس الحادي والثلاثون صلاة الاستسقاء أتأمل الآية الكريمة ثم أجب عما يأتي قال الله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أصف حياة الكائنات الحية من غير ماء من دون ماء لن تستطيع الكائنات الحية أن تعيش من غير ماء فلن يكون هناك حياة اثنين ما واجبنا تجاه نعم الله تعالى علينا يجب علينا أن نشكر هذه النعم ونحمد الله تعالى أن رزقنا إياها ونتفكر بها دوما ثلاث ينحى بسلماء عنا فلا ينزل المطر فما سبب ذلك معزية الله عز وجل والابتعاد عن الطريق الصحيح طيب يلجأ المسلم إلى الله تعالى في جميع حواله فإذا تأخر نزول المطر مثلا فأنه يتوجه إلى الله تعالى فيصلي صلاة الاستسقاء فما صلاة الاستسقاء وما حكمها وكيف تؤدى وما الهد النبوي في صلاتها أولا معنى صلاة الاستسقاء أشبعناها وشو تعرف هي صلاة خاصة يصليها المسلم بكيفية معينة يطلب فيها الغيثة من الله تعالى إذا أنها صلاة خاصة يصليها المسلم بكيفية معينة يطلب فيها الغيثة من الله تعالى حكم صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ونحن وطحنا ما يعني سنة مؤكدة سنة مؤكدة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حياته ووضب النبي صلى الله عليه وسلم على آدائها فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى ويظهر المسلم في هذه الصلاة افتقاره وحاجته إلى الله عز وجل واستعانته به ويتذكر بها نعم الله تعالى عليه ومنها إلزال الغيث هذه نعمة عظيمة أن ينزل الله عز وجل الغيثة على الناس المطر يعني طيب ثالثا كيفية أداء صلاة الاستسقى تؤدى صلاة الاستسقى على نحول التأهتي خلينا مركزين مع بعض الشباب أولا يعلن ولي الأمر في الناس موعدة للصلاة الاستسقى ويدعوهم للاستعداد لها بالتوبة والاستغفار من ولي الأمر مش أبوك ولا أمك ولا ولي الأمر المقصود في يعني حاكم أو المسؤول تمام من مثل المسؤول عندنا هنا عن الأمور الدينية وزارة اللوقاف فهي اللي بتعني مثلا أنه في صلاة الاستسقى في يوم فلاني أو الموعد الفلاني تمام بحددوا فحتى الناس تظلها لأحد ما ييجي الموعد أنها توب لربنا وتستغفر حتى ربنا عز وجل لما يصلوا الاستسقى ربنا يرزقهم الغيث اثنين يتوجه المصلون إلى القبلة ويكبر الإمام تكبيرة الحرام تكبيرة الحرام أول تكبيرة في الصلاة ثم يكبر سبعة تكبيرات ثم يكبر سبعة تكبيرات زي صلاة العيد بين كل تكبيرة وتكبيرة يقول المصلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إذن الله هو أكبر هاي تكبيرة الحرام الله هو أكبر التكبيرة الأولى طبعا أنا بكبر تكبيرة الحرام بعدين بكبر الإمام سبعة تكبيرات يعني مع تكبيرة الحرام كم تكبيرة بصوره ممتاز ثمانية الله هو أكبر التكبيرة الأولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله هو أكبر التكبيرة الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى التكبيرة السابعة تمام هذا في الركعة الأولى الثلاثة يتم الركعة الأولى كما يفعل في سائر الصلوات تخلصنا التكبيرات شو يساوي بنقرأ سورة الفاتحة ومنقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بنقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم قد ما بدك يقرأ من القرآن الكريم أربع يكبر تكبيرة القيام للركعة الثانية يقوم بصلي للركعة الثانية ثم يكبر خمس تكبيرات نفس الصلاة العيدة شباب نفس الصلاة العيد في الركعة الأولى منصلي منكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الحرام في الركعة الثانية منكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام وبين كل تكبير وتكبير منقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذا اللي بفرق عن صلاة العيد خمسة يتم الركعة الثانية كما يفعل في سائر الصلاة أيضا بقرة الفاتحة بعدما يخلص خمس تكبيرات وما تسب darkness من القرآن الكريم ستة بعد الانتهاء من الصلاة بسلم أموره طبيعية يخطب الإمام في الناس خطبتين يكثر فيهما من الدعاء والسغفر أشرح لك بشكل سريك يفيد صلاة السسقاء سهل جداً زي صلاة العيد إلا أنه بين كل تكبيرة والتكبيرة يقول المسلم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الركعة الأولى يكبر لما تكبرت الإحرام وبعدين يكبر سبع تكبيرات بين كل تكبير وتكبير يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وبس يخلص سبع تكبيرات يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر له من القرآن وفي الركعة الثانية يفعل خمس تكبيرات بين كل تكبير وتكبير سبحان الله والحمد لله وبعد ما يخلص التكبيرات الخمسة يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر له من القرآن الكريم وبعد من الانتهاء من الصلاة يقف الامام يخطب في الناس خطبة يعظهم فيها وينصحهم بالاستغفار والتوبة ويكثر فيها من الدعاء لله عز وجل رابعا من الهدي النبوي في صلاة الاستسقاء يعني سنة النبي في صلاة الاستسقاء شو كان يساوي واحد الاكثر من الصدقة وفعل الطاعات اثنين تكرار الصلاة إذا لم ينزل المطر ثلاث تأذيتها جماعة في مكان يعني الاصل انها تكون في مكان مفتوح اذا تيسر يعني صلوها في ساحة في مكان واسع في ساحة مدرسة مثلا ولا في ارض مفتوحة وهذا الافضل يعني اما اذا ما تيسر فيصلوها في المسجد حضور النساء والاطفال مع الرجال يعني زيهم زي صلاة العيد بخرجوا للكبار والصغار والاطفال للنساء حتى الله عز وجل يرحم هؤلاء الناس وينزل الغيث عليهم طبعا اول شيء يصلي الرجال بعدين يصلي الأطفال يعني الصفوف الأولى بتكون للرجال الصفوف اللي بعدها للأطفال والصفوف الأخيرة للنساء حتى يتم الفصل بينهم وايضا تكون من غير اذان ولا اقامة وانما ينادى الصلاة جامعة يعني ما في أذان ولا اقامة بس مباشرة منقول اذا نقول الصلاة جامعة حتى نجمع الناس لصلاة الاستسقاء ولا نكبر ولا نؤذن ولا نقيم الصلاة لها طيب معلومة ثرائية من هدي السلف الصالح أنهم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء استسقاء أفكر وأستنتج ما الحكمة من كل مما يأتي استحباب الصلاة قبل أداء الصلاة استحباب الصيام قبل أداء الصلاة بثلاثة أيام حتى يكون المسلم أكثر خضوعا وخشوعا لله عز وجل اثنين استحباب أداء صلاة الاستسقاء في مكان عام حتى إذا نزل المطر يشعر المسلمون برحمة الله عز وجل أكثر من أدائها في المسجد وبهكذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم يعطيكم العافية